السلام عليكم حقيقة ارتداء نجو فؤاد الحجاب مقابل معاش شهري من نزار الفارس حلت النجمة الاستعراضية الكبيرة نجو فؤاد ضيفة على حلقة جديدة من برنامج تابو الذي يقدمه المذيع نزار الفارس على قناة دجلة الفضائية وتحدثت عن ذكرياتها وأعمالها الفنية وعلاقاتها بنجوم الوسط الفني وقبل انتهاء الحوار تحدث نزار عن الحجاب وسأل ضيفته اذا ما كانت تداوم على قراءة القرآن بعدما لاحظ وجود المصحف الشريف في منزلها لتجيب طبعا بقرأ كل يوم خميس وربنا يشهد عليا اني لا اكذب لا اقرأ فقط اذا كانت عيانة ويمكن ده حصل قليل من الايام لازم ساعة او ساعتين قرآن احط الطرحة واتوضى واصلي ركعتين لله بعد اداء صلاة المغرب والعشة وقرأ لو عندي ايه يستنوني وتابعت نجو قراءة القرآن بتثقف وتعلمك تاريخ بلدك وتفهمك دينك وتفهمك حاجات كتير جدا يمكن مخدة هاش في الجامعة واهد نزار ايشب شرطة انغطاء رأس لنجوة قائلا جايبك هدية تقبليها مني لتعلق ياريت واعتز بها جدا وطلب منها ان يراها به وسألها ما الذي يعنيه لها الحجاب لتؤكد انه يعني لها الكثير وانه امر مقدس جدا وعندما ترتديه سوف تعتزل كل شيء ووصفته بانه اجمل هدية حصلت عليها في ذلك اليوم وتابع نزار حلو الحجاب الاسود عليكي اريدهم يقولون الفنانة الكبيرة نجوة فؤاد اتحجبت على يد نزار الفارس لتعلق هي وفر لي اعيش وافتح بيتي كويس وعرض عليها ان يوفر لها معاشا شهريا على ان تظل مرتدية للحجاب واعاد سؤالها عن المبلغ الذي تحتاجه شهريا وجاء رد نجوة وهي تقوم بنزع الطرحة شرطة انغطاء الرأس عن رأسها انها ستقوم بعمل جدول باحتياجاتها الشهرية وسوف ترسله له ليشدد من جديد نزار على التزامه بهذا الوعد امام الجمهور وعلقت نجوة يا حبيبي الله عليك الله اكبر نجوة فؤاد من اشهر نجمات الاستعراض في مصر والعالم العربي شاركت ايضا كممثلة في عدد كبير من الافلام وقامت بانتاج عدد منها من اشهر افلامها العيقة والدريسة حد السيف حافية على جسر الذهب وداعنية حب فرقة المرح اسماعيل يسين في الطيران الليلة الموعودة بنات ابليس الف بوسة وبوست لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد